أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلا مكرم أن الحفاظ على حياة المصريين الطلاب المصريين سواء في روسيا أو أوكرانيا له الأولوية القصوى مشددة على متابعة القيادات السياسية بصورة يومية للمستجدات وإصدار تكلفات بدراسة موقف الطلاب المصريين وذلك لبحث كافة البدائل المتاحة للحفاظ على المستقبل الدراسي لهم جاء ذلك خلال تواصلها عبر تطبيق زوم مع ممثلين عن الطلاب المصريين الموجودين في مختلف المدن الروسية للاطمئنان على أوضاعهم في ضوء تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية وفي إطار توجيهات القيادة السياسية بمتابعة أبنائنا بالخارج والاطمئنان على سلامتهم واستمعت نبيلا مكرم لمطالب الطلاب خاصة في مسألة التحويلات المالية وواسح بالنقود عن طريق بطاقات الاعتمان إلى جانب أزمة سداد المصرفات الدراسية أو مصرفات تجديد جوازات السفر وذلك بسبب الموقف الراهن وتدعيات الأزمة الأوكرانية